كنت عايز أتكلم في النهاية يعني عن أسطورة كروية أهلوية ذكرى رحيل الكابتن طارق سليم أحد أبرز رموز النادي الأهلي نقف هنا عشان الكابتن طارق سليم رحمة الله عليه مش عايز أقول يعني أنا عارف جمهور النادي الأهلي العظيم بيحب النادي الأهلي يديه كابتن طارق سليم كان واحد من عشاء ومجانين النادي الأهلي الله يرحمه مجانين أنا مش قصدي مجانين بحب النادي الأهلي زي أنا بس هو كان معجون أهلي كان معجون أهلي يعني هو كان ليه مقولة مشهورة دايما يقول لك أنا مستعد أشتغل غفير في بوابة النادي الأهلي لأن خدمة النادي الأهلي شرف لي لأن الأهلي مش مجرد نادي مش مجرد نادي مش مجرد نادي أنا لعبت فيه وقضيت فيه بعد كده بيت عمري لا النادي الأهلي ده حياة الأهلي حياة أو النادي الأهلي حياة كان دايما الله يرحمه كابتن طارق وتشرفت أنه هو فترة من فترات كان مدير الكرة وأنا بلعب فيه النادي الأهلي وكان ليه معاه أكتر من مواقف بعض المواقف طبعا الواحد كان صغير وكان أحيانا يعني وغدال حيمية شوية وساعات بيخطأ كان بيعاقب ولما يجي عاقبك من كتر حبه ليك يعني من كتر حبه ليك بعد كده بيشيل العقاب من كتر حبه ليك وللنادي الأهلي يعاقب ولينا قصة وهي قصة لما يعني بنتكلم عليها أو بنذكرها حتستغربوا حضراتكوا جدا إحنا كان سنة 94 عندنا نهائي بطول الدوري مع النادي الإسماعيلي في إسكندرية كان مباراة فاصلة وكان مدير الكرة كابتن طارق سليم ظروف المباراة تدت يعني لصالح النادي الأهلي قدر كابتن محمد رمضان يجيب جول والتاني وبعدين التالت والمشي خلاص رايح يعني رايح ليه سكة النادي الأهلي بعدين في الشوت التاني نادي الإسماعيلي جاب جول بقت ناديجة 3 واحد وبعدين ربنا كرامني نزلت الشوت التاني جبت الهدف الرابع فالوضع الطبيعي المشي أربعة واحد وأول ربع ساعة من شوت التاني يعني تقريباً المشي خلص المشي الكهرب وتقلبة الأمور نادي الإسماعيلي قرب نتيجة بقت 4-3 4-3 ويه؟ نادي الإسماعيلي أضاع كمان ركلة جزاء فطبعاً الجمهور كله وإحنا خايفين في مناعب أن الدوري يروح ماتش دوري فايصة مهم بعد المباراة الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الدوري بعد المباراة كابتن طارق الوضع الطبيعي إحنا طبعاً فرحنين فهو من كتر حبه للنادي الإهلي أنت كسبنا 4 تكهرب الماتش وتقرب الفرقة اللي قدامك وتخليها 4-3 فإحنا فرحنين فطلعنا بقى هو أنتوا فرحنين على إيه؟ فرحنين على إيه؟ هو بالزبط قال كده أنتوا فرحنين على إيه؟ فرقة كسبنا 4-0 كتح تضيع الماتش والا 4-1 تح تضيع الماتش أنتوا فرحنين على إيه؟ ده النادي الإهلي بالزبط قال كده ده النادي الأهلي كسبان خلص على الفرقة اللي قدامك كسبان أربعة تخلي الفرقة اللي قدامك تجيب جولين كمان وتجيب تلات جول وتقرب منك وتصعب الأمور عليك والله قال لنا كده بالزبط قال لنا مش هقول لكم مبروك مش هقول لكم مبروك لأنه هو عارف قيمة النادي الأهلي نحن بنتكلم دلوقتي بنقول إيه عايزين حلاوة في الأداء وعايزين مكسر هو الكابتن طرق كان بيقول كده كان بيقول النادي الأهلي لازم يعمل كده النادي الأهلي عشان نادي كبير عشان نادي عظيم عشان لعبته المفروض أن هي أحسن لعيبة في مصر لازم يعمل كده لازم يكون هو ده الرد في الملعب لازم يكون الشكل في الملعب انت كسبان أربعة واحد تبقى النتيجة أربعة ثلاثة في تلت ساعة وهيديع منك الماتش وبعد ما كنت متسيد المباراة الماتش يتقلب قال لنا بالنص كده انتوا لأ انتوا مش هقول لكم مبروك آه خدنا الدوري بس مش هقول لكم مبروك يعني دي من ضمن الحاجات لا بس عايز يعني بس كرة على طول لكابتن طرق بس عايز أعرفكو كابتن طرق سليم كان إيه كابتن طرق سليم كان معجون أهلي كان لحد ما توفى رحمة الله عليك بيموت في النادي الأهلي كان بيسأل حتى هو في المستشفى نادي الأهلي عملي النهاردة نادي الأهلي للماتش اللي جاي عنده ده كابتن طرق سليم تشرفت ان انا اشتغلت تحت ايده انا كنت لعيب هو كان مدير كرة واشترفت في الفترة دي كويس قوي 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 حتى لما مشيت من نادي الأهلي قال لي ربنا يوفقك ان شاء الله في المرحلة اللي جاي ده كابتن طرق سليم ودول أبناء النادي الأهلي اشتركوا في القناة